كلية العلوم والتكنولوجيا منارة للعلم مليئة من التخصصات والأفكار لدينا هدف واحد الارتقاء لكليتنا كفيلة بإنها توصلنا لسوق العمل كلية العلوم والتكنولوجيا تفتخر بأنها من أوائل من استحدث برامج تحاكي المستقبل برنامج علوم وتكنولوجيا نانو برنامج الكيمياء الطبية أنا الطالبة عارين نصار طالبة كيمياء في كلية العلوم والتكنولوجيا في جامعة القدس من خلال دراستي لتخصص الكيمياء وضفت خبرتي ومعلوماتي لشغل خاص وعملت على إنتاج منتجات طبيعية منها مزيل العرق الطبيعي كلية العلوم والتكنولوجيا تفتخر وتعتز باستحداث برامج احترافية في علوم ومستحضرات التجميل برنامج الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية هذه البرامج تؤهل الطالب عند التخرج لبدء مشروعه الخاص كلية العلوم بدورها ساعدتني أنه أنم معرفتي وقدرتي من خلال إتاحة الخرصة اللي بالشغل مع طلاب الماجستير كمان من خلال تدريبي لمدة قصل كامل في مختبرات الكيمياء وحالياً تدريبي في مختبر التحاليل التابع للكلية كلية العلوم والتكنولوجيا لديها البنية التحتية من مختبرات بشاغل أجهزة علمية متطورة يتم تأهيل الطالب عليها تشارك الدراسات الثنائية من خلال برنامج تكنولوجيا المعلومات حيث يتم توظيف الطالب عند قبوله في البرنامج في إحدى الشركات مركز القرص للقياس بالتحليل يقوم بتقديم خدمة التحاليل في مجالات مختلفة للمجتمع الفلسطيني للمؤسسات الحكومية للباحثين من داخل الجامعة ومن خارج الجامعة المركز مجهز بأحدث الأجهزة والتقنيات العالية مطابق لمواصفات الجودة آجة 1705 كلية العلوم مش مجرد كلية هي البيت الثاني للطلاب أكيد بشكر كلية العلوم إنها قدمت لهذه الفرص الذهبية ندعو طلبتنا إلى الالتحاق بكلية العلوم والتكنولوجيا أهلاً وسهلاً لكم اشتركوا في القناة